اشكرك على الاتصال ستكولي البطاطس انا بجيبها وبقطعها في وابع كده ونجي نحمرها في الزيت يلاقيها حمرت بسرعة ومستودش لسه ولاها لسه نشفح بقطعناها بالشكل ده كده او عملناها شبس بالشكل ده طبعا انا مش نحمرها بس هنشفح كده اتحالها من حلقات ان شاء الله هنعمل البطاطس المحمره بكذا طريقة بقطعها بالشكل كده بجيب الزيت حميه هنا البطاطس بشترها من عمدا الراجل بتاع الخضار نصريحة مايجيب sou البطاطس الناشفق canoe اللي فيها نلاحظ الناشفة فха كمية سکريات عالية طبعا انا الشفيح مش نعرف البطاطس الجديدة مجيبهاش نجيب البطاطس القديم الطريق شوي هيكون فيها نسبة الساي القليل زي نسبة السكر قل منها شوي هننقع البطاطس ضيف مية بشوية ملح ننقع البطاطس في شوي مية وجوية ملح مية بملحنقع cares فبيترو بعد كده بناخدها من المية نكون عندنا الزيت محمر بنحمرها في الزيت نص تحميره نص تحميره ونطلعها نحطها على ورق شفاف ورق مطبخ او مناديل مطبخ الورق اللي بيبطس الزيت ما نحطش على ورق الجرايد بعد الاخطاء بنجيب ورق جرايد ده خطأ لأن نحط أي مقليات على ورق جرايد نجيب ورق المطبخ او ورق شفاف ونحط عليها البطاطس نص عليها الزيت عندي سخن زي ما هو وبعد كده ارجحها للزيت التالي بعد ما تبرد شوية هتطلع معي على طول اوفينا نشيلها في الديب في ريزة نحتفظ بيها نحمرها وقت النزوم معنا بتصالي السلام عليكم